السلام عليكم من أكتر من شهر أم ياسر أبو هلالة أحد أعمدة الأعلام القطري والتلميذ النجيب للصهيوني عزم بشارة ونزل التغريدة دي اللي بيعلم فيها أن السعودية أعلنت الحرب على الأردن وده ليه؟ لأن حساب سعودي عادي اسمه معالي المواطن نشر تغريدة ضمن فيها فيديو لتزاحم الشعب الأردني على أحد المخابس للحصول على الخبز قبل وقت الحظ فياسر أبو هلالة المرتزق اللي بيشترى للحساب قطر والحساب الصهينا اللي بيشغلوا قطر اعتبر أن نشر الفيديو ده من خلال حساب سعودي هو حرب بتشنها أو بتعلنها السعودية على الأردن بغير من المنظر ده عادي وبيتكرر في كل الدول سواء في حظرة أو مفيش حظرة حتى وقتها هنردت عليه بالفيديو ده وعلمته الأدب دلوقتي بقى جاية من نطسة AJ Plus اتبع القناة الجزيرة والممولة بأموال قطرية عاملة تأرير تحريدي ضد الجزائر بشكل لئيم وخبيص التأرير مليان أمور تحريضية ضد الدولة الجزائرية بالإضافة لتهديدات بانتفاضة شعبية والتأرير طبعا تكلم على فساد مستشري في الجزائر لا وكمان التأرير بيهدد الجزائر بمصير فينزويلة وبيستشهد بانتفاضة شعبية حصلت سنة 1988 وسؤالي هنا للإعلام القطر الوظيف الصهيوني وتحديدا لأحد أكبر مرتزقة النظام القطري ياسر أبو هلالة التلميذ النجيب العزم بشارع يا أبو هلالة تغريدة عادية جدا من حساب سعودي عادي جدا أولتها بإنها إعلان حرب من الدولة السعودية على الأردن وده طبعا من خلال منظورك الإعلام التحريدي طب يا ترى حتقولي بقى في تأرير طويل عريض زي ده أنت جيته دولة قطر بنفسها لمنصة AJ بلص التابعة لقناة الجزيرة تأرير مليان تحريض ولعبة على وطر معاناة الشعب الجزائر ما اعتقدش أن انت تملك من رجولة مسقال زره يخليك تكتب تغريدة واحدة تقول فيها أن ده بمثابة إعلان حرب قطرية على الجزائر وبعين بقى على بوهلالة لأنه طلع ولا نزل هو مجرد مرتزق مش أكتر تعالوا نشوف المهزلة المهزلة هي أن دولة وظيفية زي قطر بتدي دروس وعبر لدولة كبيرة زي الجزائر شفتوا الخيبة اللي العرب بقوا فيها دولة صهرينية بتنفس أجندة الصهينة هي اللي بتوزع سقوك النجاح والفشل وبتقيم أداء الدول بينما هي دولة منزوعة الكرامة مرمية في أحضان الفرس والترك والصهينة كل أعمالها ضد العرب أميرها بيحميع ساكر أتراك وشغالين انقلبات على بعضهم كل وظيفتهم في الحياة التوقيع على الشكات المرتزقة اللي بينبحوا لحسابهم إعلاميا وده طبعا إخضاء لأسيادهم الصهينة اللي مصلطلهم على أمة العرب وإنت يا سر يا بوهلالة بدل ما تدين درسة في الإعلام وحقوق الإنسان وخيانة القضية الفلسطينية خليك راجل وتكلم عن قبيلة الوفران القطرية اللي اتنزعت دينسيتها وتراموا بغر حدود خليك راجل وكلمنا على المعتقلين اللي في قطر خليك راجل وكلمنا على العلاقات القطرية الصهيونية ما انت كنت في يوم الأيام مدير لقناة الجزيرة اللي بتبعت فقط بضعة كيلومترات عن مكتب التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي لعمرك كنت تستجري تفتح بقك ولا حتقدر تستجري تفتح بقك بعد كده لأنك عميل الصهينة بالأساس بس فالح ان انت تيجي تنظر علينا بالخيانة والتخوين وتضرب أسفين ما بين الشعوب العربية والدور العربية لصالح كافيلك القطري وبالتبعية لصالح الصهينة كفاية عليك لأسهل حد كده اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته